نمط تفكيرك واستقبالك للشيء طريقة كمان اللي يقولك دايما فيه حاجة اسمها قانون التجاذب عارفة كلما انت تدي طاقة واعتقاد لحاجة حتى كمان لو الحاجة دي ممكن ما تبقاش شيء مستحيلة أصلا هتحصلك هتحصلك سواء على فكرة كويسة أو مش كويسة فده بيرجع برضو انت لنمط طاقتك الداخلية بيها طيب معلش يا سيد محمد ديني أمثلة معلش يعني أنا بقى أنا 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 مع الناس بتدي يعني قولي يعني مثلا شفنا النجم محمد رمضان وكان حاطت صور العربيات فعلا الفراري واللي معرفش ايه ووصل لها وكذا نموذج لكذا نجم يقولك أنا كنت حاطت الصورة دي وشبل من المستحيلات خالص ان انا وصلها ووصلت لها ده قانون الجذب صحي كده صحيح جدا فيه بنات برضو فيه بنت أعرفها كانت نفسها تنزل مصر وكان هي كانت مش مصرية وكان والدها واخد منها الباسبور وعشان ما تسافرش خالص وبتقولي كنت حتى صورة الأهرامات وحتى كمان صورة شنطة معينة نوع معين كنت هموت عليها نزلت مصر وشترت الشنطة يعني أنا أصد أنا أنا بشوف ده آه يعني أنا بشوف ده آه بس أنا مش عارف هنفزه لنا ولا فيه بنات كتيب سفرج على يدلوقتي عايزة تعرف الباسورد يعني ندخل إزاي بوابة الطاقة والجذب دي يعني نعمل إيه طيب أنا طول الوقت ماشي أنا نفسي أبقى غنية مثلا خلاص وبفكر طول الوقت في الفلوس وشفت فيديوهات بتقول أنا غنية أنا عندي فلوس كتير قوي أنا مش محتاجة حاجة جنننا خلاص دخلنا في حتة الخرافات نعملها إزاي طيب أنا عايزك تقولي نروح لبوابة السعادة دي ندخلها إزاي عشان كل اللي لما بنيجي نتكلم في قانون الجذب بنقول الجذء ده وما بنكملش الموضوع لأنه هو فكرة إيماني بالشيء إن هي هتحصل هتحصل عارفة زي ما بنقول كل متوقع آه تفائلوا بالخير تجدوا ده قانون جذب يعني حتى في الدين عندنا فيه أحاديث لو إحنا فسرناها هنلاقي إن فعلا لو أنا أمنت بالشيء وصدقت فيه فعلا هيحصل هيحصل مش شرط بالزبط زي ما أنا كنت عايز ممكن يبقى أحسن ممكن أنا أبقى نفسي في حاجة وربنا يشأ حاجة أحسن منها وأنا مش واخب بالي ولكن هي الفكرة في إيه في إن أنا لازم يبقى عندي إيمان في إن حلمي ده هيتحقق وإن أنا عندي يقين في ربنا إن ده هيحصل بس فيه جزء مهم قوي ده اللي تقريبا ما بنتكلمش فيه هو العمل بقى أيوة العمل بقى آه إن أنا لازم ربنا قال لنا إن الله لا يغير ما بكومن حتى يغيروا ما بأنفسه فجميل إن أنت يكون عندك هدف وتكون اشتغلت له في أتراكشن كويس اللي هو إن أنا الجذب يعني إن أنا نفسي أجذب وظيفة نفسي أجذب سعادة نفسي أجذب مال كل ده فلازم أبقى الأول عندي رؤية وعندي هدف ترجمة نانسي قنقر